اهلا بكم في حلقة جديدة من الرياض ونتابع فيها التحالف الاسلامي لمحاربة الارهاب مبادرة سعودية واصداء عالمية محادثات سويسرا بشأن اليمن نتائج غير كافية وترحيل للاتفاق النهائي من الرياض مع حمد المحمود من الرياض نافذتنا الاسبوعية على الأحداث السعودية والإقليمية أهلا بكم نناقش في الجزء الأول من برنامجنا الإعلان الذي أطلقه الأمير محمد بن سلمان ولي ولي العهد السعودي وزير الدفاع والنائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء عن تأسيس تحالف إسلامي لمحاربة الإرهاب هذا التحالف الذي تقوده المملكة العربية السعودية حظي بترحيب دولي وعربي فنصف الدول المشاركة تقريبا هي دول عربية ومن لم يشارك بارك هذا التحالف وعلى الصعيد الدولي لقي الإعلان عن التحالف ترحيبا واسع النطاق من مختلف دول العالم مهام هذا التحالف وشكل الحرب التي سيشنها على الإرهاب هي محور النقاش مع ضيوفنا أرحب بضيفي في هذه الحلقة معي من دبي الخبيل العسكري والاستراتيجي السعودي العقيدر كان حرب متقاعد إبراهيم بن سعد المرعي وأيضا ضيفي من عمان الخبير في شؤون الجماعات المتشددة السيد محمد أبو رمان أبدأ هذا الحديث معك ضيفي سعدة العقيد إبراهيم عن هذا التحالف الإسلامي لمحاربة الإرهاب نعم هي مبادرة سعودية ولكن هناك أصداء عالمية أنت كخبير عسكري وأستراتيجي كيف رصدت هذا القرار وأيضا الأصداء من قبل ليس فقط الدول الإسلامية ولكن العالم أجمع بسم الله الرحمن الرحيم يحييك أخي حمد ويحيي ضيفك الكريم أخي محمد ومشاهدي قناة سكانيوز عربية هذا التحالف العسكري الإسلامي أتى يا أخي حمد في الوقت الذي أُلِّب الرأي العام العالمي على الدول الإسلامية وهجم الإسلام الذي اختطف من كبل التنظيمات الإرهابية وكأن الدول الإسلامية هي التي صنعت هذا الإرهاب وهي بريئة منه ولكنها يجب أن تشارك لأن الذين يتبنون الإرهاب التنظيمات الإرهابية وعلى رأسها داعش تحارب جميع المجتمعات بإسم الإسلام ولذلك كان لابد للمملكة العربية السعودية وهي قبلة المسلمين ومهبط الوحي ومنبع الرسالة أن تقوم بواجبها في إنشاء تحالف إسلامي لاستعادة الإسلام ولمحاربة هذه التنظيمات الإرهابية وللقول للشعوب الخليجية والعربية والإسلامية وللرأي العام العالمي أن الدول الإسلامية ترفض الإرهاب وستكون بمحاربته في منطقة جغرافية حددها ولي العهد الأمير محمد بالعالم الإسلامي وسيهدف هذا التحالف الإسلامي إلى التعاون مع المجتمع الدولي في الحفاظ على الأمن والاستقرار ولن يكون له أهداف عدوانية أو انتهاك سيادة الدول ولذلك الآن بهذا التحالف يا أخي حمد المملكة العربية السعودية والدول الإسلامية المنضوية تحت لواء المملكة في هذا التحالف تقول للمجتمع الدولي التحالف جاهز لأي تدخل عسكري لمحاربة التنظيمات الإرهابية ولكن على الدول العظمى أن تقوم بواجبها أيضا في محاربة التنظيمات الإرهابية أو إيقاف والضغط على الدول التي تدعم الإرهاب وكلنا يعلمها وأولها إيران نعم طيب أيضا ننتقل بالحديث إلى ضيفي سيد محمد من عمان وتسال وأيضا أنت الخبير في شؤون الجماعات المتشددة كيف رصدت تقبل هذه الجماعات أو إعلان هذا التحالف من قبل المملكة العربية السعودية بهذا الكم الكبير الغير معهود من دول إسلامية كيف كان صدى هذا القرار لدى هذه الجماعات المتشددة مع مختلف أطياف وتواجدها في شتى بلدان العالم بداية هناك الحديث الرئيسي اليوم التمركز هو حول تنظيم داعش بدرجة رئيسية وإن كان الإعلان عن التحالف الإسلامي العالمي وضع كافة أطياف الحركات الإرهابية وترك الباب مفتوحا لأي تنظيم يصنف بأنه تنظيم إرهابي وتنظيم متطرف لكن الهدف الرئيسي والمباشر لهذا التحالف في الانطباعات الأولية كان تنظيم داعش تنظيم داعش هو وضع المملكة العربية السعودية منذ فترة على قائمة أهدافه وبدأ في صراء أيدولوجي وفكري وسياسي مع السعودية واعتبر نفسه خصبا للسعودية وممثلا يريد أن يسحب الشرعية من تحت المملكة السعودية ليقول أنه الذي يمثل الإسلام السني وبالتالي اليوم السعودية تستعيد المبادرة مع دول إسلامية لتقول أنها هي التي تمثل الإسلام بشكل عام وأنها لا تمثل بشكل خاص الإسلام السني أو قيادة الإسلام السني وبالتالي أعتقد هذا جزء من الصراع الذي بدأ سابقا ما بين تنظيم داعش ومملكة العربية السعودية وهو بتقدير أيضا ربما هذا يقودنا إلى ما تحدث به الأستاذ إبراهيم سابقا هذا جزء من أهداف السعودية في تشكيل التحالف بمعنى أنه دائما كان الهجوم الغربي الإعلامي السياسي الاتهامات للدول العربية والإسلامية بأن الإرهاب بين هلالين السنة وهناك تناسي لإرهاب شيعي أن هذا الإرهاب مصدر العالم العرب والإسلام ولا توجد هناك جهود حقيقية تبذل لمواجهة هذا الإرهاب أو هذه الحركات المتطفة الإرهابية فالبعد الأول من تشكيل هذا التحالف أن هذه الدول تقول أننا خضفة ضد هذه التنظيمات وأننا مستعدون أن نكون رأس الحرب في مواجهة التنظيمات الإرهابية مضطرفة وأننا نرفض الإرهاب ونرفض التطرف ومستعدون للصراع أيديولوجيا وعسكريا هذا مستوى المستوى الثاني هو المستوى العسكري والتدخل مباشرة في سوريا وأعتقد كلام الأخ إبراهيم مهم جدا هذا يرتبط بوجود حلول سياسية حقيقية على الأرض كي يكون تدخل عسكري ناجعا ومن أبرز الحلول السياسية إيجاد تفاهمات حول النفوذ الإيراني في سوريا المستوى الثالث من التحالف وأعتقد هو الأهم والذي ينبغي أن نأخذ بعيد الاعتبار في المرحلة القادمة هو المستوى الفراغ الاستراتيجي في المنطقة العربية الذي أدى إلى وانهيار الدول المحورية ما أدى إلى زيادة النفوذ الإيراني وإلى صعود الحركات الراديكالية في الوسط السني وإلى غياب العالم الإسلامي بصورة عامة وتحديدا الدول العربية ذات الطابع السني بين هلالين وأنا أتحدث سني هنا بالبعد الجيوستراتيجي وليس بالبعد الطائفي هذه الدول بحاجة اليوم أن تجلس على الطاولة وذلك يستدعي تعديل موازين القوى هذا نظريا التحالف من هذه الناحية لكن عمليا حتى نكون واقعيين ونقدم لا بد من شروط واقعية حقيقية في المرحلة القادمة كي تتوافر كي نقول أنه انتقل من الحيز الإعلان العلاقات العامة البعد الإعلامي إلى الحيز الواقع وهذا بحاجة إلى شروط قاسية وإلى خارط الطريق واضحة عقيد إبراهيم الآن هذا التحالف أعلن عنه وتشكلت هذه الدول الإسلامية العربية وغير العربية وهناك أيضا دول أيدت هذا القرى ولكن التساؤل المهم ما هي مهام ومحددات هذا التحالف وهذا الإعلان؟ طبعا يا أخي حمد سئل الأمير محمد بن سلمان وعندما يقدم مؤتمر وأنت تتابع عن كثبي أخي حمد والمشاهدين أن الأمير محمد بن سلمان منذ أن تولى منصب وزير الدفاع لا يخرج كثيرا في مؤتمرات صحفية وإن كان خرج في هذا المؤتمر فأهمية هذا الموضوع للمملكة العربية السعودية وللعالم الإسلامي وللأمن الوطني السعودي وللأمن في العالم الإسلامي بشكل عام ولذلك عندما سئل هل يقتصر التحالف الإسلامي العسكري على مهام عسكرية فأجاب على الإطلاق سيكون له مهام فكرية محاربة الإرهاب من الناحية الفكرية الاقتصادية السياسية جميع المسارات سيحارب الإرهاب وإن سمي التحالف الإسلامي العسكري النقطة الأخرى يا سيد الكريم أن نقاط القوة التي يستمد هذا التحالف منها قوته هو أنه تحالف إسلامي وأن إيران ليست جزءا منه لماذا يستمد قوته من كون إسلامي لأنه كما ذكرت في إجابة السابقة أنه يقول للعالم أجمع أن البلاد الحرمين هي منبع الرسالة وهي التي تنتهج الإسلام الوسطي المعتدل ولذلك سيكون هناك المفترض يا أخي حمد أن يتواكب مع هذا الإعلان إعلام إسلامي يشرح لكافة الشعوب في كافة أقطار الأرض أن هذه الدول هي التي تمثل الإسلام الوسطي المعتدل هناك نقطة أخرى يا أخي حمد أود أن أشير إليها ضمن هذا التحالف هناك دول إسلامية تمتلك صناعات عسكرية متقدمة وتمتلك مصانع للأسلحة ولذلك نحن نقول وبكل وضوح أن التحالف الإسلامي العسكري أدعى للصمود والبقاوة لكي يكون فاعلا أكثر قد يكون من القوى العربية المشتركة النقطة الأخرى قد يقول قائل هل هذا التحالف سيكون بمحاربة تنظيمات الإرهابية في ذات التوقيت وفي نفس الوقت وفي كافة الدول الإسلامية التي يوجد فيها تنظيمات إرهابية على الإطلاق سيكون على مراحل والمرحلة الأولى والأولوية القصوى هي لسوريا التي يوجد فيها معقل تنظيم داعش النقطة الأخيرة التي أود أن أشير إليها يا أخي حمد أن من المهم لكي يحارب داعش في سوريا أن تنزحب الألوية الإيرانية الستة التي تمثل ميليشيات إرهابية في سوريا وفي العراق وأيضا حزب الله لا يمكن للتحالف الإسلامي العسكري أن يكون فاعلا في سوريا وأن يتحرك عسكريا مع وجود هذه التنظيمات الإيرانية ولذلك الآن بعد إعلان إنشاء هذا التحالف القرى في ملعب الدول العظمى وأشير إلى أربع دول على وجه التحديد روسيا الولايات المتحدة فرنسا وبريطانيا وأوضيف إليها ألمانيا يجب أن تضغط على إيران للخروج من سوريا وأيضا على حزب الله والنقطة فقط في عشر ثواني يا أخي حمد هناك نقطة أشار إليها الأمير محمد وهي أن الدول الإسلامية ستشارك في هذا التحالف وفق إمكانيات كل دولة ولذلك هذا المعنى أو هذه الجملة مهمة جدا وهي تطمئن الدول الإسلامية أنه لن يفرض عليها أي مهام عسكرية أو اقتصادية خارج عن إرادتها ولا تستطيع الكيام بها نعم طيب سيد محمد الآن وزير الدفاع السعودي ولي ولي عادمين محمد بن سلمان ذكر بأن هذا التحالف سيلاحق التنظيمات الإرهابية أيا كان تصنيفها التساؤل هنا هناك بعض الدول المشاركة في هذا التحالف لديها قوائم بالإرهاب بينما دول أخرى تمول هذه القوائم بمعنى أن قوائم الإرهاب لكل دولة من هذه الدول المشاركة في هذا التحالف مختلفة كيف يمكن توحيد هذه الأهداف أو هذه الجهود رغم أن الأمير محمد بن سلمان ذكر بأنه سيتم ملاحقة كل التنظيمات الإرهابية شف في نقطة أنا أريد أن أعقب على كلام الأستاذ إبراهيم وأدخل إلى سؤالك إنها مرتبطة بها هناك كي يكون كلامنا واقعي وستراتيجي ومحدد هناك محور اليوم تشكل في المنطقة العربية هو المحور الروسي الإيراني ومعه الحكومة العراق لا يجوز إنكار هذا الواقع وهذا المحور لديه رؤية مشتركة مصالح مشتركة على الأقل على المدى القصير ويقوم بدور كبير في سوريا والعراق والمنطقة في ظل غياب الطرف العربي المطلوب أن يكون هذا التحالف ليجلس على الطاولة أن يشكل رؤية توافقية للعديد من الملفات والقضايا البداية كان اهتمام بإيجاد مظلة هذه المظلة ضمت 35 دولة وهذا شيء جيد محاولة ضم دول كبرى ودول صغرى هذا شيء جيد أخذ الطابع الإسلامي شيء جيد لكن هناك نقاط ضعف أو بعبارة أدق تحديات حقيقية تواجه هذا التحالف يمغي ألا نغض الطرف عنها من ضمنها النقطة التي ذكرتها اختلاف الأولويات بين الدول التي تشكل التحالف اختلاف تعريف الإرهاب حتى لو اتفقوا على تعريف المنظمات الإرهابية هناك اختلاف في الأولويات هناك دول ترى أن الأولوية داعش هناك دول ترى أن المنظمات ترتبطة بإيران لابد من وثيقة مبادئ لابد من رؤية أولويات من رؤية مشتركة لابد من النواة الصلبة في هذا التحالف أن تقوم بتنسيق وإقناع الدول المتعددة بأهمية التحالف لا يكفي الإعلان المشاركة لابد من تحديد خارطة العمل في المرحلة القادمة مثلا الباكستان إلى الآن مشاركتها ركيكة في هذا التحالف بالرغوة أن باكستان قوة مهمة جدا فلابد من الحوار مع باكستان لتوافق على المصالح المشتركة في المرحلة القادمة وكذلك الأمر دول أخرى متعددة هناك تفاوت كبير ما بين رؤية تركية ورؤية مصر في التحالف لملفات المنطقة هل يمكن رأب هذا الصدق أو هل يمكن التوافق على أرضية مشتركة هذه تحديات وقد تكون قد ضعف في المرحلة القادمة إن لم يتم دم فجوة داخل أعضاء هذه التحالف سيد محمد سمحت لي على المقاطعة فقط هل ممكن اعتبار ما تصدره منظمة التعاون الإسلامي على سبيل المثال من وثائق في إدراج القوام الإرهابية هي منطلق لهذا التحالف واعتبار أي منظمة أو أي وثيقة تصدرها منظمة التعاون الإسلامي بالتالي هي ملزمة لهذا التحالف بدنا نكون صريحين في الحديث حتى لا يكون سقف التوقعات متسق بالحديث منظمة المؤتمر العام الإسلامية هي منظمة توافقية هناك تفاهم على بعض المنظمات لكن كما تحدث الأخ إبراهيم هناك شعور اليوم لدى مجتمعات في السنية في العراق وسوريا بأن هناك نفوذا إيرانيا متناميا وأن هناك منظمات تصنف بأنها متطرفة لا يجري دوليا الحديث عنها بالرغم أنها هي سبب المشكلة والأزمة وبالتالي دور هذا التحالف اليوم أن يحارب هذه المنظمات المتطرفة والإرهابية مثل داعش لكن في الوقت نفسه يلفت الانتباه بخطاب حضاري إنساني كبير ومهم إلى أن هناك أسباب هي التي تكمن وراء صعود هذه المنظمات من دون بناء خطاب متماسك وعميق ذات طابع حضاري ثقاف وذات طابع مصالح استراتيجية سياسية يكون مهمة التحالف صعبة كثيرا ويفقد جزء كبير من زخم مضمونه نعم عقيد إبراهيم لدي تساول من شقين التساول الأول عسكريا كيف ترى هذا التحالف من الناحية الخريطة الجغرافية لهذا التحالف وتعدد الدول ما بين أكثر من قارة والشق الآخر إعلان أو تاريخ إعلانها أو موعد إعلان هذا التحالف أتى بعد النجاح الذي حققته أو حققته التحالف العربي في اليمن هل لمصداقية ونجاح التحالف العربي في اليمن أدى بالتالي لهذا التوافق وهذا القبول لخمسة وثلاثين دولة مشاركة في هذا التحالف يا أخي حمد هذا السؤال في غاية الأهمية وجوهري وللأسف أن هناك من يعتقد ويرى في نفسه إنسانا عربيا مسلما ويدافع عن الإسلام وتجد أنه أصيب بالخرف السياسي ويتهم المملكة العربية السعودية بأنها فشلت في اليمن ونحن نقول للمشاهد أن يحكم وللمتابع أن يحكم ولا ينبغي لأي مشاهد أو متابع أن يسلم عقله لأي محلل سياسي أو عسكري ولكن يضع الأمور في نصابها هل كانت خمسة وثلاثين دولة إسلامية لتنضوي تحت لواء المملكة العربية السعودية لو كانت فشلت في قيادة تحالف من 12 دولة عربية وإسلامية في اليمن على الإطلاق عندما تقود تحالف ثم تفشل فيه لن ينضوي تحتك خمسة وثلاثين دولة ولذلك نجاح التحالف العربي والإسلامي في اليمن هو الذي شجع وحفز الدول الإسلامية لانضمام مع المملكة العربية السعودية في هذا التحالف الإسلامي النقطة الأخرى بين إيران والعراق وروسيا يا أخي حمد فقط على عجالة هناك رؤية مشتركة فيما يخص سوريا ولكنها رؤية غير متطابقة ونظرا لأنها غير متطابقة أعتقد أن الدول الإسلامية والعربية والخليجية إذا استخدمت عدم التطابق استطاعت أن تحقق نجاحات سياسية في سوريا أما ما يخص الخلاف بين تركيا ومصر وهي موجودة داخل هذا التحالف الإسلامي أود أن أذكر المشاهد الكريم يا أخي حمد من خلال قناة سكانيوز أن أذكر أن الآن فرنسا وروسيا تعمل في تحالف واحد ضد تنظيم الدولة عندما درسنا يا أخي حمد في فرنسا معلن في العقيدة العسكرية الفرنسية أن العدو الرسمي لفرنسا هو الجيش الأحمر ويقصد بذلك روسيا وجميع التسليح الفرنسي هو جاهز للتعامل مع التهديد الروسي ومع ذلك اتفقت لمحاربة تنظيم داعش فلماذا لا تتفق تركيا ومصر لمحاربة التنظيم لذلك الهدف المشترك هو محاربة التنظيمات الإرهابية حتى لو كان هناك اختلاف بين هذه الدول أو بعض هذه الدول في ملفات سياسية أخرى النقطة الأخرى فيما يخص منظمة المؤتمر الإسلامي توصيات منظمة المؤتمر الإسلامي توصيات غير ملزمة للدول للعضاء يا أخي الكريم التحالف هذا يا أخي حمد التحالف العسكري الإسلامي أنا أتوقع له النجاح سيقابل تحديات ولكن إذا أعطيت كل دولة مهام ضمن إمكانياتها إن كانت مادية أو عسكرية أو أمنية أو إعلامية سينجح ولا نتوقع كما قال أخي محمد لا نرفع سقف التوقعات لنكون واقعين لا نتوقع أن يحقق النجاح أو التحالف الإسلامي نجاحا غدا ثم نحاسبه هذا التحالف إسلامي أسكري للمدى البعيد يجب أن لا ينظر له كنتائج خلال شهرين أو ثلاثة أشهر طيب سيد محمد الآن هذا التحالف قائم على الرابط العقائدي وهو الإسلام بين هذه الدول كيف ترى هذا الرابط كون التحالفات الأخرى قائمة على مصالح دنيوية بحتة ربما تكون مختلفة في عقائدها ولكن هذا التحالف يربطه الإسلام كيف ترى هذا الرابط وكونه يعني يعتبر مصدر قوة لهذا التحالف شوف اليوم في العلاقات الدولية وفي التحتورات التي تحدث في الديناميكيات التفاعلات الدولية والإقريمية تحديدا في الفترة الأخيرة في منطقة الشرق الأوسط أصبح من الصعوبة بمكان فصل الأبعاد الثقافية والحضارية وبين قوسيني الدينية عن الأبعاد الجيوستراتيجية وعن المصالح السياسية ولذلك في هذا السياق أنا أعتقد أن هذا التحالف وإن كان هناك رابط بين أعضائه ورابط ديني ثقافي حضاري إلا أن هناك أيضا رابط مهم على نفس الدرجة من القوة وهو رابط المصالح الاستراتيجية والسياسية والاقتصادية المشتركة أنا أتمنى أن نمضي في الطريق الذي تحدث عنه الأخ إبراهيم ليكون هذا التحالف مقدم بالفعل لتدرك الدول العربية وقاعدة تحالفاتها ومصالحها ولتشترك مع دول أخرى إسلامية ذات بعد إسلامي قوية مثل الباكستان مثل صاعد مثل ماليزيا أندونيسيا لتشكيل كتلة تقف على المسرح الدولي والإقليمي تستطيع الدفاع عن مصالحها وعن أمنها وتقدم منظومة كاملة هذا سقف التوقعات الذي نسعى أن نصل إليه لكن لا بد أن نقرأ الطريق جيدا قبل الوصول إليه لا بد أن نرى أين هي حقل الأشواك أين هي حقول الألغام أين يمكن الوصول إلى الأراضي المشتركة هذا الذي أتحدث عنه هنا كي تكون القراءة قراءة واقعية وضمن المنطق الذي يسمح لهذه الدول بالبحث عن المصالحها التي ضاعت خلال الفترة الماضية عقيد إبراهيم يعني أعود وأسأل من أخرى عن الخريطة الجغرافية العسكرية لهذه الدول هل ممكن أن تكون سلاح ذو حدين أعتقد يا أخي حمد الخريطة الجغرافية التي رسمت في إعلان المؤتمر من قبل الأمير محمد بن سلمان وقال بالحرف الواحد أن التحالف الإسلامي العسكري منطقته الجغرافية هي العالم الإسلامي ولذلك أنا أعتقد أنها نقطة إيجابية وليست سلبية لهذا التحالف الإسلامي وهو يفرض في ذات الوقت تحديات لأن هذا التحالف الإسلامي العسكري سيكون مطالبا في المستقبل بأن يقوم بمحاربة أي تنظيم إرهابي موجود في الخارطة الإسلامية وفي العالم الإسلامي هذا بقدر ما هو إيجابي من ناحية ضمان الأمن والإستقرار على الصعيد العالم الإسلامي والدولي إلا أنه سيفرض تحديات على هذه الدول المشاركة في التحالف الإسلامي والتي أعتقد أنها في عملياتها لم تخرج عن إطار القانون الدولي وبتوافق مع الدول العظمى والمجتمع الدولي نعم شكرا لك ضيفي من دبي الخبيل العسكري والستراتيجية السعودية العقيد أركان حرمت قاعد إبراهيم بن سعد المرعي وأيضا الشكر يمتد إلى ضيفي من عمان الخبير في شؤون الجماعات المتشددة سيد محمد أبو رمان